جماعة ماست هي جمعة جديدة ومتقلقة في مجال التطور تكنولوجي تقريب اللغة الإنجليزية وتوفر لسانس دي ماستير في سوفتوير انجنيرينج، داتا ساينس، سايبر سيكوريتي، اي ارتفاشل انتليجنس أسسها مجموعة من العلماء المتميزين في العالم اللي مستعدين بخبراتهم وعلاقاتهم بشي عاونوا ويقطروا كل تلمية المغروم بالانفورماتيك ويطمح أنه يتمتع بدراسات ذات جودة عالية تفتح له إفاق عالمية إما في إكمال دراست البرى في جامعة برموقة ولا في التحصل عن الشغل بسرعة في تول سول البرى وزيد في تأثير وتشغيل في البحوث التقنية عبر المراكز العالمية ماست يونيفورستي موجودة في الأكترواء والتصل بينا الأكثر معلومات مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد سننجز في هذه الحصة تطبيقا حول فن الرسمي نبدأ بقراءة النص إن الحديث عن رسام عربي يستدعي عند البعض السؤال عن وجود فن رسم تمثيلي ومن المؤكد أن هذا السؤال قد وجد جوابه منذ زمن طويل ولم يعد القول بتحريم التصوير عند المسلمين مقبولا وهي نحن نرى في سورية ومنذ زمن الأمويين قصورا حافلة بالصور والرسوم مثل قصر الحيري كما أننا أصبحنا نرى في عراق العباسيين كثيرا من الشواهد التصويرية ولعل أوضحها ما عثر عليه هارتسفيلد وهذا هو عالم آثار ألماني من آثار سامرة حيث شهد في بقايا الدوري غرف وأبهاء زينت جدرانها بتصاوير مشرقية بين بارزة وغائرة في الجص أو صور ملونة للآدميين وغيرهم بديعة المثال حافظة لجدتها عبر الأزمان على أن بغداد وقد استمرت زمنا طويل عاصمة للإسلام كانت قد تركت إرثا ضخما من التصوير توضح أهمه فيما بين القرن السادس والثامن الهجري في رسوم المخطوطات التي يأتي في مقدمتها العمل الفذ الذي أتمه بإبداع يحيى ابن محمود الواسط في مخطوط مقامات الحريري وتؤلف مقامات الحريري مجموعة من القصص تميزت بدقة الملاحظة وخصب الخيال وبلغة النص وكانت لها شهرة شعبية ومكانة في الأدبي ولقد قام الواسط بتصوير أحد هذه المخطوطات بأسلوب رشيق بسيط كشف عن مفهوم جمالي أصيل وعبر عن ملامح الحياة والبيئة ولقد أنفق الواسط في إنجاز هذه المقامات جهدا واضحا وبرهن على براعة في التخطيط والتذهب وترتيب الصفحات وتنسيق الهوامش وتزيين العناوين كما نجح في اختيار المواضيع الأكثر أهمية لرسومه وفي تكوين الموضوع ضمن المكان المخصص وضمن حدود التمثيل الضروري للنص حتى باتت الصور أو المنمنمات التي رسمها أكثر بلاغة وإيضاحا من النص نفسه ولقد اعتنى الواسط بتصوير مشاهد اللهو والشراب ولقد أتقن رسم العمائري فكان ما رسمه وثيقة لتراز العمارة التي كانت شائعة في أطراف العالم الإسلامي فلقد ميز فيها الأسلوب الشرقية عن المغربي كما أبدع في نقل عناصر الزخرفة المعمارية الإسلامية ولم يقتصر عمل الواسط على التصوير والتخطيط بل قام بعملية الزخرفة والتذهب وقد برع في رسم الزخارف الهندسية مندمجة مع الزخارف النباتية أو الحيوانية ولقد أصبحت أعمال الواسط في مخطوط مقامات الحرير شاهدا على تقدم الفن في العصر العباسي نمر إلى الأسئلة بعد أن أتممنا قراءة النص السؤال الأول اشرح بلفظ واحد المفردات التالية مستعينا بسيق المفردات هي حافلة الدور أنفق برهنة نحاول أن نحددها في النص هذه الكلمة الأولى قصورا حافلة الكلمة الثانية الدور الكلمة الثالثة أنفق والكلمة الرابعة برهنة هذا سؤال شرحا ولكن يجب أن يكون بكلمة واحدة فإذا شرحت بجملة أو بأكثر من كلمة تعتبر الإجابة خاطئة معنى خافلة مفعمة أو مليئة قصورا مليئة قصورا مفعمة الدور كما تعرفون هي البيوت أو المنازل أو المساكن أنفق أي بذل أو قدم وبرهنة أكد أو أثبت طبعا تقدمون إجابة واحدة السؤال الثاني صغ الأطروحة التي يدحظها الكاتب ضمنيا تعلمنا كيف نجيب عن هذا السؤال نحاول أن نحدد أطروحة الكاتب ثم نعكس معناها أطروحة الكاتب الواردة هنا في السطرين الأولين أطروحة الكاتب هي وجود فن الرسم في الحضارة العربية التي لم تحرم هذا الفن يمكن أن نقول في الأطروحة المضحوظة غياب فن الرسم في الحضارة العربية الإسلامية بسبب التحريم الديني غياب غياب فن الرسم في الحضارة العربية الإسلامية بسبب التحريم الديني السؤال الثالث سؤال تقسيما قسم النص وفق معيار البنية الحجيجية وضع لكل مقطع عنوانا يجب أن نبين الحدود ثم البنية الحجيجية ثم العنوين نعود إلى النص المقطع الأول يمثل الأطروحة ويبدأ من إنا إلى مقبولا المقطع الثاني يمثل سيلورة الحجاج ويبدأ من وها نحن إلى الحيوانية والمقطع الأخير يمثل الاستنتاج ويمتد من ولقد أصبحت إلى العباسي المقطع الأول كما قلنا أصبحت إلى مقبولا وهذا المقطع يمثل الأطروحة المدعومة المقطع الثاني من وها نحن إلى الحيوانية ويمثل سيلورة الحجاج المقطع الثالث يشمل بقية النص ويمثل الاستنتاج عنوان المقطع الأولي يمكن أن نقول وجود فن الرسم في الحضارة العربية الإسلامية المقطع الثاني قدم فيه الكاتب نماذج عن فن الرسم أو نماذج تصويرية عربية أما المقطع الأخير فقد بيّن فيه الكاتب دور الرسام الواسطي في تطور فن الرسم العربي نمر إلى السؤال الرابعي وهو سؤال من أسئلة فهم النص أقرأه عليكم قدم الكاتب في الفقرة الثانية نماذج تصويرية تعود إلى الفترتين الأموية والعبسية استخرجها وبين أهمية ذلك في تطور فن الرسم السؤال ينقسم إلى قسمين نستخرج أولاً النماذج التصويرية التي ذكرها الكاتب في الفقرة الثانية لدينا قصر الحير ولدينا إثار سامراء بقايا الدور والغرف والأبهاء نكتب إذن النماذج الأموية تتمثل في قصر الحير والنماذج العباسية تتمثل في آثار سامراء وفي بقايا الدور والأبهاء هكذا نكون قد أجبنا عن الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني من السؤال يدل تعدد النماذج على ثبات فن الرسم واستمراريته رغم تغير الدول والحكام يمكن أن نقول في الإجابة تدل هذه النماذج على أن فن الرسم متأصل أو متجذر في الثقافة العربية الإسلامية ومستمر رغم رغم تغير الدول والحكام السؤال الخامس فيما تمثلت مظاهر اجتهاد الواسطة في رسومات مقامات الحريري وكيف نعكس ذلك على الصور والنص نجد مظاهر اجتهاد الواسطة في رسومات المقامات في الفقرة الثالثة هذه هذه هي الفقرة الثالثة انظروا هنا ولقد أنفق الواسطة في انجاز هذه المقامات جهدا واضحا وبرهن على براعة في التخطيط والتذهب وترتيب الصفحات وتنسيق الهوامش وتزيين العناوين كما نجح في اختيار المواضيع الأكثر أهمية لرسومه وفي تكوين الموضوع ضمن المكان المخصص وضمن حدود التمثيل الضروري للنص هذه هي مظاهر الاجتهاد نقول إذن مظاهر اجتهاد الواسطة البراعة في التخطيط والتذهب ترتيب الصفحات تنسيق الهوامش تزيين العناوين اختيار المواضيع وتكوينها ضمن حدود التمثيل الضروري للنص هذا الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني يمثل انعكاس هذه المظاهر في هذه الرسوم على الصور والنص نجد الإجابة في نفس الفقرة انظروا هنا حتى بيتت الصور أو المنمنمات التي رسمها أكثر بلاغة وإيضاحا من النص نفسه نقول إذن في الإجابة مما أدى إلى تميز الصور على النصوص أو إلى تجاوز الصور للنص في البلاغة والإيضاح أو مما جعل الصور أبلغة وأوضحة من النص مما أدى إلى تجاوز الصور للنص في البلاغة في البلاغة والإيضاح السؤال السادس هو سؤال في اللغة تويتر في النص أسلوب التأكيد استخرج نموذجين وبين دلالة هذا التويتر نجد هنا لقد أعتنى ونجد هنا ولقد أتقنى نكتفي بهذين النموذجين لقد أعتنى أعتنى لقد أتقنى الدلالة قلنا حتى نستخرج الدلالة نجيب عن السؤال التالي لماذا استعمل الكاتب هذا الأسلوب استعمل الكاتب هذا الأسلوب للتأكيد أو لإثبات حرفية الواسطة وإتقانه وتمييزه في فن الرسم وإثبات حرفية الواسطة وإتقانه وتمييزه وإثبات حرفية الواسطة وإثبات حرفية الواسطة وإتقانه وتمييزه في فن الرسم نمر إلى السؤال الأخير جاء في النص ولقد أتقن رسم العمائري فكان ما رسمه وثيقة لتراز العمارة التي كانت شائعة في أطراف العالم الإسلامي توسع في إبراز مظاهر التكامل بين الفنون المختلفة القول الوارد بين الظفرين هو منطلق أما المطلوب منا فهو التوسع في إبراز مظاهر التكامل بين الفنون المختلفة أي أن الفقرة تبنى بناء ثلاثياً نبدأه بعرض المعطى ثم التوسع ثم الاستنتاج كما يبدو أمامكم في هذا المثال جمع الواسط في رسومه بين مختلف الفنون وفي ذلك برهان أي دليل على التكامل بين الفنون أو على التكامل بينها وتتعدد وجوه الإنسجام بين الفنون ففن العمارة لا يقتصر على هندسة البناء وإنما يتجاوز ذلك إلى الزخرفة والخط ومثال ذلك المساجد أو القصور العربية كقصور الحمراء الموجودة في الأندلس وكذلك فن الرسم فالموضوع المرسوم متعدد العناصر وقد تشمل الرسوم أشكالاً معمارية أو خطوطاً أو أشخاصاً أو حرفيين أو مغنينا إذن الاستنتاج فالفنون لا حد لها ولا يمكن فصلها عن بعضها ترجمة نانسي قنقر